تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم نظمت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع بيت التمويل الكويتي البحرين احتفالا خاصا لتكريم الكوادر التعليمية والإدارية التي أسهمت في نجاح العام الدراسي وتكريم الطلبة الذين أنهوا دراستهم الثانوية بتفوق في المسارات المختلفة وذلك في إطار حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تقدير إنجازات الطلبة والمدارس وتشجيعهم على مواصلة رحلتهم التعليمية لتحقيق المزيد من التمييز في حفل سادت أجواؤه روح التفاؤل ورسمت تعبير الفرح على ملامح الطلبة المتفوقين الذين حرصت وزارة التربية والتعليم على الاحتفاء بهم وتكريمهم أمام ذويهم تقديرا منها لما بذلوه خلال مسيرتهم الدراسية من جهد حتى وصلوا إلى أعلى مراتب التفوق الشعور المعين وصف أول شيء والحمد لله ختمتها في تخرج في معدل كنت أبيه وإن شاء الله أطمح لأبيه اللي هو التمريض إن شاء الله بالنسبة لي هو شعور أكبر من الفرحة لا يقص بالكلمات خصوصا أنها كانت مرحلة دراسية تحتاج إلى الجهد وها أنا أرى أن جهدي يكلل بالنجاح لذا هو شعور بالفخر ممتزج بالسعادة والفرح والامتنان لكل هذه السنوات التي عشتها بكل حب مشاعر نتيجة طبيعية إلى 12 سنة من التعب والسهر والدراسة أختمها بشيء أكثر وأحلى مما تمنيت ما أظن أنه ممكن السعادة التي تجيني من هالشعور ممكن يوم من الأيام تروح عني شعور في هاللحظة صراحة شعور وايد حلو يعني ما قدر أعبر صراحة يعني وايد وايد يعني طبعا لهالشي التفوق والتخرج اللي أنا كنت فيه حق أمي وابوي أول شي ثاني شي حق إدارة المدرسة المدرسة الغازي القصيبي شعور فرحانة وسعيدة بالنجاح أشكر معه للسعود البحريني المكفوفين وجميع الموظفين والمدير الأستاذ عبد الواحد والمدرسين والمدرسات كامل والمشرفين اللي فيه والإدارة وأشكر من دراسة الحجة الثانوية للبناء تعجز الكلمات هذا اليوم في هذا الحفل البهيج عن وصف شعوري لقد مررنا بكثير من التحديات خلال 12 سنة أوجه أولا أقدم بالشكر أول لمملكة البحرين مملكتنا الحبيبة على كل الدعم اللي تقدم لنا وإلى وزارة التربية والتعليم حب أوجه كل هالشكر ويعني ما كنت وصلت لهالمرحلة لما أمي وأبوي طبعا رفيقتي يعني وواجد وواجد مستوانسة روحة يعني كلش ما توقعت أني بوصل لهالمكان وهالنسبة يعني طبعا شعوري اليوم وايد يعني سعيدة وفرحانة بهالنجاز يعني عقب التعاوى وسهر الليالي أن نوصل لهالمكان يعني الحمد لله وأهدي تفوقي من الجاعة حق أهلي أولا أمي وأبوي تعبوياء وايد عشان أصل لهالمكان ولوزارة التربية والتعليم ومدرساتنا مدرسات الاستقلال أنا سعيدة جدا جدا بهذه الحفل الكريم والتكريم أقدم شكري الجزيل لوزير التربية والتعليم وأنا جدا جدا يعني مفتخرة بهالشي والمكان اللي أنا وصلت لها حاليا أشكر وزارة التربية والتعليم على هذه الجهود هذه أندال دال على اهتمامها بالنحية الأكاديمية ودال على حرصها على التفوق واجتهاد طلاب مأملكة البحرين وهذه أندال دال على اهتمام العام الأكاديمي بنجاح وبتفوق وشعوري بكون الامتنان والفرحة الغير لا نهائية حق مملكتنا حق مدرسة وعائلتنا وحمد الله حق النتيجة لوصلنا لها إقامة هذا الحفل هو خير دليل على مشاعر التقدير والاعتزاز تجاه هؤلاء الطلبة المتفوقين والمتميزين وهو بمثابة رسالة تشجيع لهم للاستمرار في طلب العلم والتعلم من أجل خدمة وطنهم مملكة البحرين